مسهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلوا وسلم بارك على سيدنا محمد. حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة. اللي راح اتكلم فيها عن ممرات المشاهل الجديدة في الخبر. مسهم حيهم. لا 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 اوفر. اوفر اللي قاعد يصير في المملكة العربية السعودية اوفر. شوها الابداع. شوها الجمال. شوها الفكرة اللي ما تخطر على البال. ممرات مشاه. رذاذ وماي. واللي يعبر واللي شارع حمراء يرش الماي. يعني ابداع ما بعده ابداع. الصراحة والله العظيم حبيت الفكرة جدا جدا جدا. بتكلم اكثر حول هذا الموضوع. لكن بداية اذكركم وكعاتي مشاهدين الكرام اللي يحب ان الحلقات توصل الله على الواتساب يرسل كلمة اشتراك على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة وعلى هالخشم. وما يصير خاطركم الا طيب يطويلين العمر والسلام. وبفضل الله سبحانه وتعالى ودعمكم الله يطيكم الصحة والعافية. نجازنا رقم في ترتيبية على مستوى اليوتيوبرز في دولة الامارات العربية المتحدة في اخر حلقة قلت لكم اني انا رقم خمسمية وثمانية اما الان فاصبحنا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعمكم خمسمية وسبعة وما زل لا مستمرين ومثل ما اقول دايما لا مستعيلين ولا ورانا شيء وحبة حبة تزيد المحبة على ما قاله وخبر مفرح هذا وباذن الله نوصل للعشرة الاوائل نوصل الاول ليش لا? ليش لا? نحن لها باذن الواحد لحد. حياكم الله المسابقة شغالة وخلق الله شغالين تصويت. والمور طيبة واكثر من طيبة. اه بارض قصيتين في هذه الحلقة تابعوها للنهاية قصيدة الطفل. حبيتها حبيتها حبيبي لابس عسكري. يعد قصيدة في الامير محمد بن سلمان وبكى. وهو يعد القصيدة. يعني دايما يقولون الدموع هي اصدق انواع التعبير عن الحب خاصة عند الاطفال. يعني بكاء كان لا ارادي وكان اكثر من رائع بحث لكم القصيدة. وايضا الشاعر اللي انا احبه كثير. واحب اخوانه واحب قبيلته واحب كل ما يتعلق فيه. الشاعر الكبير سالم بنشخير لك الحب والتقدير والاحترام. قصيدة في الملك حمد بن عيسى وفي ولي العهد محمد بن سلمان. الله يحفظهم ويطول بعمارهم قصيدة رائعة ايضا راح احطها في نهاية الحلقة. ندخل في الموضوع جامد. يعني انتو شو قاعدين تسوون? شو الابداع الرائع? شو الابداع اللي يفتح النفس? والله العظيم قاعد اشوف الفيديو. واقول ما شاء الله تبارك الله. غير ان الفكرة رائعة وجبارة التنفيذ والتصميم والديكور والحركات شي ياخذ العقل. الله يسعدكم يا رب العالمين. دخلت في النت الصراحة. دخلت في تويتر. دخلت في جوجل. دخلت ادور عن اسم صاحب الفكرة او اللي سواها او اللي اقتراحها. ما لقيت اه الموضوع هذا. لكن لبلدية الخبر كلها على بعضها الحب والتقدير والاحترام. للملهم المجدد صاحب السمون الملكي الامير محمد بن سلمان. اه الحب والتقديم والاحترام اللي اصبح في عهد الامير محمد اه ليس الانجاز هو الصفة الاساسية. انما الابداع في الانجاز. عز يمال العز وفخر يمال الفخر. الفكرة جدا جميلة. جدا رائعة. حوادث كثيرة تصير. اه الناس مشغولين موبايلهم وهم يمشون. ممن 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 تبهين على السيارات ساعات سبحان الله. لكن الفكرة اللي سووها بوابات مثل نافورة مثل رذاذ مياه. اه لما الاشارة تكون خضرة والسيارات قاعدة تمشي يرش الماي. ولما الاشارة حمرا يوقف الماي بطريقة رائعة بطريقة مذهلة. اه قبل ما احط لكم اياه ولا احط لكم اياه في الاول. يلا خلنشوف الفيديو بدون ما اهذر بناه بدون ما اتكلم ونرجع ثاني مرة. اشتركوا في القناة عز يمال العز وفخر يمال الفخر. تشوفون التغريدة هذي امامكم على الشاشة اول سعودي وسعودية. احسابهم حلو على فكرة انصح بمتابعته. لاول مرة حاجز مائي واشارات ذكية في ممرات المشاب السعودية استحدثت بلدية الخبر معابر مشاة حديثة وذكية تواكب احدى التقنيات واساليب الضبط والهندسة المرورية. المعابر تتضمن بوابة ذكية مزودة برذاذ للمياه مصممة بشكل جمالي وحاجزة به المشاء اثناء عبرهم. شيء رائع. شيء جبار. هنا اهني الابتكار والله العظيم. اهني الابداع. يعني احنا نشوف الدول تتسابق لتبتكر حاجة جديدة. هذا شيء يديد. هذا شيء ما شفناه من قبل. عز يمال العز وفخر يمال الفخر من قلبي. اتمنى هذا الشيء ينتشر في كل المملكة العربية السعودية لانه رائع اكثر من رائع والخبر. الحب ديالي. العشق ديالي. هذه المدينة اه الرائعة اللي انا عشت فيها اه فترة طويلة لذكرياتي لربعي لأهلي لحبايبي لهم كلهم الحب والتقدير والاحترام والمملكة كلها بشكل عام لهالحب والتقدير والاحترام. قبل ما انسى خلح احط لكم قصيدة الطفل اللي يقولها وهو يبكي. واللي عارف اسمه. يكتب لي اسمه. حاولت ابحث عن اسمه والله ما لقيت اسمه له. الحب والتقدير والاحترام حبيبي يلا يحفظه. نشوف القصيدة ونرجع ثاني مرة. يا سعد عين الوطن في طيب السيرة. يا حي الطاري ولي العهد يا حي. اللي يميز ربيع الشيان عن غيره. صدره شمالي وفز عادة جنوبية. سباشرز مملكة نافي تباييره. والعز دايم لغز المنمائي. ملوزن خادم الميتين تتبيره. فيهمتها كل امور الضارة المقنية. عندها على شحبك للميكان غيره. كوال من يقرر حدود التوهير. سعد عين الوطن في طيب السيرة. يا حي طاري ولي العهد يا حي. اللي يميز وفيه عشيان عن غيره. صدره شمالي وفز عادة جنوبية. تباشرز مملكة نافي تباييره. والعز دايم لغز المنمائي. ملوزن خادم البيتين تتبيره. فيهمتها يومت دار والدين. عندها على شحبك للميكان غيره. يا ويل مدياق بحدود الزور. يا بلع النظرات قوي عطيه من كمكيره. عز وعزيمة. عز يمال العز وفخر يمال الفخر صح حلسانك الف ودموعك غالية والله يحفظك ويحفظ الامير محمد بن سلمان. الله يطول بعمر الملك سلمان. الله يطول بعمر الامير محمد والله العظيم انا قاعد اشوف اه بحكم اني متابع اول بول لكل ما يتعلق في المملكة العربية السعودية وبلدي كذلك لدولة الامارات العربية المتحدة. قاعد اشوف شغلات تعجبني. قاعد اشوف شغلات افتخر فيها اتباها فيها انقلها الى العالم. شيء رائع واكثر من رائع. والله العظيم. هكذا هي بلاد اه الخير. بلاد البدو كنت بقول بس لا ما في بلاد البدو ولا غير. اه هكذا هي اه بلد الخير. هكذا هو التطور. هكذا التقدم. هكذا الازدهار. هكذا الابداع. هكذا الانجاز. هكذا هي الاشياء اللي ترد الروح يا اخي الواحد حتى لو ما يبغي يتمشى في ظل وجود هذه الاشياء الجميلة راح ينزل ويتمشى. وعز يمال العز وفخر يمال الفخر. الله يحفظ مملكة العربية السعودية وملكها ولي وشعبها العزيز والغالي. راح اترككم الان مع القصيدة الرائعة والاكثر من رائعة للشاعر الجميل اللي انا احبه وارد اقول مرة ثانية احب اخوانا واحب اه القبيلة اللي هو منها سالم بن جخير في اه حضرة صاحب الجلال الملك البحرين وفي حضرة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اثناء زيارته لمملكة البحرين وارد اذكركم قبل ما احط القصيدة اللي يبغي الحلقات تصلى على الواتساب يكتب اشتراك على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة وعلى هال الخشم. الله يسعدكم يا رب العالمين اترككم مع بن جخير ونشوفكم على خير. رحمة الاصوات ولا منه وقف تفت الفخر في نظرة عيونه قصيدة لا بدابة تنتخي به ندر الابيات مثل ما تنتخي في كل صامل كل مغبونة ومثل ما سطر التاريخ سيرت اعظم القادات يسطر في صدور اهل المبادي يوم يقرونه مع طلعة اسهيل وكثرة الشعار والشلات مطالعه قفر تأتيك من شكله ومن لونه عليه البدع وانتو ما يبي منكم سوى الانصات ويعدكم يقول اللي بعضهم ما يقولونه بعدها يا سلام الله على القادات والقوات سلام اللي لا نصلي يستحقه هل لا تمزونه سلام الله على اللي رايته ما فوقها رايات وإلى منه تعزوه صار كني الكون ذا كونه وريث اللي تسموه بالحزم والعزم والضفرات اللي نصبح مثلي وخذب غياته مضمونة وريث اللي تسموه بالحزم والعزم والضفرات إليه نصبح مثل يوخذب غاياته ومضمونة هذا سلمان بن عبد العزيز وتخضع الهامات التاريخه ووقفاته ودستوره وقانونه وسلام الله على اللي فزعته تسبق هل الفزعات وإلى من باح مكنون العرب ما باح مكنونه هذا القايد هذا القايد حمد راع الفعول الكبرتي القالات يبركها على صم الصفاوي ثب تركونه يقولون المواقف دين حسب العرف والعادات وهو منطن اختبغ لأعياله سدد ديونه وسلام الله على ذخر الشعوب محقق الغايات سليل العزوة اللي من نخاهم ما يخلونه هذا محمد ابن سلمان هذا هذا محمد ابن سلمان هذا كامل الشارات هذا طويق المسمى يا عسى العدوان يفدونه هذا محمد ابن سلمان هذا ذاق بالنظرات هذا اللي سطوته من قوباسه تسبق اذنونه هذا محمد ابن سلمان هذا عادل الميلات هذا اللي لا تصعب لمر عنده صار ياهون ابو وجه عليه من الرضا ما يقضي الحاجات وبو راس اللي يا منك نخيته جنة جنونه وبو يمنن عطاها يلحق المدات بالمدات وبو شلفا نهار الكون للعدوان مسنونه وبو رؤيا بشايرها علينا تلجم الشمات وبو رؤيا بشايرها علينا تلجم الشمات وبو عزمن طموحه ينقطع حد النظر دونه سليل العزوتين اللي ما يبغي له شهوده اثبات شهوده كل عرق يجذبه ما يعرف الخونه وسلام الله على جيش التحالف صام للوقفات على كل أبلج روحه لحد الدار مرهونة ارجال كل ما حمي الوطيس وكبرة الهقوات يبيعون العمر لكن وفاهم ما يبيعونه حداهم في الملاقة ما يهمه هاد من للذات وإلى من مات يفخر بهله من قبل يبكونه ترى كل شهدانة ما نسجلهم مثل الأموات نباهم حي لو اجسادهم في الأرض مدفونة وترى حكامنا يبقى غلاهم في صميم الذات لكن للمدح لا من قيل في اللي يستحقونه ما في ذا الحرب قايد كلهم في عيون نقادات وإلى من نمدحنا واحد منهم اتعرفونه هذا ما جات به فكري وترجمته على الصفحات وروحي قبل شعري لاحتمل ميدان مرهونة خطب تجمل بنات الشعر واللي كنت بيها جات وجاك الشعر بفكاره وبشهوده مأذونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر